الطعام والشراب من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وهو من الحاجات اليومية التي لا نستطيع أن نستغني عنها وقد شرع لنا الإسلام مجموعة من الآداب التي ينبغي علينا أن نلتزمها حين نأكل ونشرب ومن هذه الآداب غسل اليدين إلى الرسوغين قبل الطعام وبعده قراءة الأدعية المأثورة والبسملة قبل البدء بالأكل الأكل والشرب باليد اليمنى الأكل مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا تناول اللقمة الصغيرة ومضغيها جيدا قبل البلع عدم النفخ في الطعام أو الشراب الساخن لغرض التبريد بل ينبغي تركه لتخف حرارته عدم التنفس في الإناء أثناء الشرب احترام الطعام والشراب وترك العيب له قول الحمد لله وقراءة الأدعية المأثورة بعد الانتهاء من الأكل والشرب اجتناب تضيع نعمة الطعام أو الشراب وترك الإسراف في تناوله عملا بقول الله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة